تبلغ ولي أمر أو الأب والأم أن الصف الدراسي الذي فيه والدهما أو البنت قد أصيب كله بفيروس الكورونا بالله عليك هل يجرؤ هذا الأب وتلك الأم أن يذهب الولد ابنهم أو البنت إلى المدرسة عندما علموا أن هذا الصف أو هذه المدرسة أصيبت بهذا الأمر المرض يعني مئة بالمئة مئة بالمئة سوف يمنعوا الولد أو البنت مئة بالمئة ليه يخافون على الصحاته طيب إذا قيل لهذا الأب وتلك الأم الصف اللي فيه الولد أو البنت لا يصلي ولا فيه ولا بنت محجبة والعيال والعياذ بالله يعني مثل من أمثال الحراف الإجابة الباهتة التي نتمنى أن يزول من هذا المجتمع هذا الأب وهذا الأم كل المجتمع كده كل الأولاد كده خليهم يعيشوا حياتهم أراحنا الله من هذين الوالدين وهذا الله أولياء الأمور إلى أن يكون الدين هو أول أساس يعني ابحث عن المدرسة اللي فيها قيم فيها بعض المبادئ فيها مثل المجتمع يقول لك يا شيخ إذا لم نجد منعت الخيرية من الأمة يعني الأعور أحسن من الأعمى والأعرج أحسن من العديم الحركة على القدمين رب نعافي الجميع الله يرضى عنكم اجعلوا الدين أهم شيء في حياتكم تسعد الأمم وتسعد الأمة والله لن تسعد أمتنا ولن تتقدم إلا إذا أعلنت أن ولاءها لدينها ولإسلامها ولربها ولرسولها ولكتابها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة